كيف ما تعمل الجيش كل ما تعمليه منيح عن جد بيعطيكي بالمؤامد نحن مرابيين دواجين من زمان وزمان قررنا نفوت بهيدا كانت بلشت كتسلية يعني انه حبينا نحن تكم جيجي عندن لحظنا انه مصلحة حلوة وقدرين نكبر فيها فبلشنا تقريبا بخمسين للميت طير هلأ عنا بحدود الخمس تلاف جيجي كمية السوق اللي عم ينطلب فيه جيج كبير كتير يعني بنسبة عالي كتير اغلب الناس بعتقد من وراء الوضع الاقتصادي اغلب شفتي فرق الاسعار كيف غلطه هيك برأيون انه اذا فيه جيجي بالبيت او جيجتين بيكون مورد اساسي لقلهم بالاكل بالبيت هو فعلا مزبوط والجيج ما بده كتير عناية دقيقة ففيه واحد من فضلات اكل بيته يقدر يطعميهم ليكون عنده جيج فايلة برا بيكون صحي بايده وفيه نقود البزر او الحشيش الموجود ويرعى عالطبيعة فالجيج هو مورد كتير مني نحنا لانه كمانا مشتغل بالشتل في اشخاص كتير من بيناتهم انا بعرفهم اشخاص بعرفهم كليا انه طلاب جمعات ما بيعنيلون ابدا الزراعة فصار واحد لو عنده دوليب بده يعبدي تراب ويزرع فيه شتل برأيون انه هيدا انتاج مورد موجود يعني حرام الاساس موجودة وما يفيه وهيدا شي مفرح يعني هيدا شي كتير حلو انه العالم عن جد بلش تتقرب من طبيعة ارضا مش انه شايفوا البناظرائي عن بالصندوق وشلوه هالقاد سهلي نحنا لجأنا الى تربية المواشي والدواجين وحطا عم نفكر بتكير اشياء والزراعة كذلك الامر لحطى نوصل للاكتفاء الزاتي بزولة الازمة الاقتصادية تقريبا الي شي اربع خمسة شور مش عكتر من هيك تجربة انا ما كنت مارئ فيها من قبل محس انه عن جد حلوة الحياة مع الحياة وانه مع الطبيعة اكتر واكتر انا بهيدا الوقت الحاضر بنصح وشد عليهم لكل الشعب اللبناني انه اذا في عنده فرصة او عنده مكان ملائم لتربية الحيوانات والدواجين وخاصة انه يستفيد من لحومة ومن بيضة ومن اللبن وحليل التبعة فاكيدة بنصحهم انه يربوا وبأسرع وقت ممكن لانه نحنا عم نشوف ناقين بأزمة اقتصادية كتير كبيرة هايدا الازمة هم بتتفاقهم وبكرة هتكون اكبر من اليوم موسيقى موسيقى موسيقى